موسيقى بالنسبة لحسة اليوم سوف نتطرق فيها إلى موضوع من مواضيع دروس التاريخ وهو الحرب العالمية التانية سوف نتطرق من خلال هذا الدرس إلى ثلاث محاور في بالنسبة للمحور الأول سيعالج أهم مراحل الحرب العالمية التانية بينما سيخصص المحور التاني لمعالجة الأسباب المتحكمة في اندلاع الحرب العالمية التانية بينما المحور الأخير فسوف يناقش أهم النتائج المترتبة عن الحرب العالمية التانية أولا بالنسبة للمحور الأول مراحل الحرب العالمية التانية الحرب العالمية التانية هي مواجهة عسكرية تورطت فيها العديد من دول العالم وانقسمت إلى حلفين متصارعين الحلف الأول يسمى بالمحور وتشكل من ألمانيا وإيطاليا واليابان في مقابلها حلف آخر يسمى بدول الحلفاء وتشكل من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ثم الولايات المتحدة المليكية في المرحلة التانية استمرت هذه الحرب الكونية ما بين 1933 إلى غاية 1945 وقد مرت بمرحلتين فالمرحلة الأولى شهدت وامتدت من 1933 إلى 1942 وقد عرفت انتصارات دولي أو حلف المحور مع توسعات ألمانيا في الجبهة الغربية الأوروبية حيث قامت باحتلال مجموعة من دولها أبرزها فرنسا كما قامت بعد ذلك بغزو الاتحادي السوفيتي أما في الجبهة الأسيوية الشرقية فقد هاجمت اليابان مجموعتين من الدول وهاجمت قاعدة بير الهرب الأمريكية في المحيط الهادي وقد كان هذا من بين أسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لدخول الحرب العالمية التانية أو المرحلة التانية امتدت من 1942 إلى 1945 وعرفت انقلاب موازين القوى بعد دخول الولايات المتحدة الحرب بكل تقلها البشري والعسكري والاقتصادي مما أدى إلى تكبض قوات المحور خسائر فادحة فأجبرها على الاستسلام حيث استسلمت ألمانيا في مايو 1945 ثم استسلمت بعدها اليابان في غشة 1945 بعد أن تم استعمال السلاح النووي ضدها بالنسبة للمحور الثاني أسباب الحرب العالمية التانية تحكمت في اندلاع الحرب العالمية التانية مجموعة من الأسباب نميز فيها ما بين الأسباب الغير مباشرة وقد تمثلت في مخلفات الحرب العالمية الأولى فكما نعلم أن الدول التي انهزمت في الحرب العالمية الأولى قد تكبدت شروطا قاسية من خلال المعاهدات المفروضة عليها خاصة ألمانيا حيث تحكمت هذه الشروط القاسية رغبة لدى الألمان في الانتقام فاستغلها هتلر بعد وصوله إلى السلطة هناك سبب آخر يتمثل في توسعات الأنظمة الدكتاتورية أي ألمانيا وإيطاليا واليابان حيث قامت ألمانيا بالتوسع في أوروبا الشرقية وهجمت إيطاليا الحبشة أو إيتيوبية بينما توسعت اليابان في بلدان الأسيوية خاصة في الصين وقد كان لهذه التوسعات دور خطير في توتر العلاقات الدولية دون أن ننسى بأن عصبة الأمم تعتبر مسؤولة الحرب العالمية التانية حيث فشلت في ضمان السلم العالمي بالنسبة للأسباب المباشرة تتمثل في توسعات ألمانيا في شرق أوروبا بغية تحقيق مجالها الحيوي فكما نعلم أن ألمانيا بعد أن تطور اقتصادها احتاجت إلى عمق استراتيجي للحصول على المواد الأولية وتصريف فائد إنتاجها وسمته بالمجال الحيوي واعتبرت بلدان الشرق أوروبا وعمقها الاستراتيجي بالنظر إلى غياب المستعمرات لها فبالتالي قامت بالاستيلاء على مجموعة من الدول مستغلة وجود أقليات ألمانية فيها بدأت بالوحدة مع النمسا في سنة 1938 والتي سميت بالأنشلوس ثم بعد ذلك ضمت شيكوسلوفاكيا وغيرها وكان الهجوم على قولونيا في شتنبر 1939 بمثابة إعلان للحرب بالنظر إلى وجود ترابطات وحلف حماية بينها وبين دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا فحينما قامت ألمانيا بغزوها لهذا البلد أعلنت هذه الدول الأوروبية الحرب على ألمانيا فبالتالي اندلعت الحرب العالمية الثانية قلفت الحرب العالمية الثانية عدة نتائج مهمة يمكن أن نميز فيها بشريا كلفة بشرية باهدة من القتلى والجرح حيث تعتبر الحرب العالمية الثانية من الحروب الأكثر دموية في تاريخ البشرية ويرجع ارتفاع الخسائر إلى تعدد جبهات الحرب وتطور العتادي العسكري حيث تم استخدام مجموعة من الأسلحة النوعية الخطيرة مثل السلاح النووي الذي جربته الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان كما ترتب عنها بشريا استفحال الأزمات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة بالإضافة إلى انقلاب البنية الديمغرافية حيث قضى عدد كبير من الضكور للحرب مما أسهم في تراجع معدل الفئات النشيطة مقابل الفئات الغير النشيطة بالنسبة للنتائج الاقتصادية فقد ترتب عن الحرب تراجع الإنتاج الفلاحي والصناعي بسبب تدمير البنية التحتية الممثلة في المصانع والمزار استنزفت نفقات الحرب للتروات القومية في أوروبا مما أدى إلى تراجع اقتصادها أما على المستوى السياسي فقد عرف العالم عقاد عدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر ريالتا لتسوية أوضاع ما بعد الحرب كما تم تأسيس ملدمة الأمم المتحدة بعد مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 بهدف حماية السلم وتعزيز التعاون بين الشعوب وعوضت ملدمة